الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل أبقت مجموعة أوبيك بلاس في اجتماعها الأربعاء على سياسة الانتاج النفطي الحالي دون تغيير وأوسط لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف أوبيك بلاس بالتزام بسياسة انتاج النفط في ظل آفاق ارتفاع الطلب الصيني مقابل المخاوف بشأن التباط الاقتصادي ومواصلة العمل باتفاق خفض سقف الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا إلى غاية ديسمبر المقبل كما قرر وزراء التحالف تعديل وطيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين بالنسبة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة مع عقد الاجتماع الوزاري لتحالف أوبيك بلاس كل ستة أشهر ارتفعت أسعار النفط في أول تدولات الشهر الثاني من العام الجاري وسط تفاؤل بموقف نقل تشددن من البنك الفيدرالي الأمريكي وحفظت سعار خام برينت على مستواها فوق 85 دولار للبرميل لعقود أفريل المقبل في حين صعدت عقود الخام الأمريكي الوسيط بأربعة أعشار مئوية لتستقر عقود مارس فوق مستوى 79 دولار للبرميل رغم حالة التفاؤل بزيادة الطلب على النفط التي قادها تخلي الصين عن قيود كوفيد 19 في جنوبي الماضي أنهى الخام الشهر متراجعا للشهر الثالث على التوالي أعلنت مجموعة جاسبروم الروسية الأربعاء عن زيادة حجم تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمعدل 20% وقالت الشركة في بيان لها إنها ستواصل ضخ الغاز عبر محطة سوكا لافتة إلى أن حجم تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم تجاوز 29 مليون متر مكعب يوميا شرع مصرف لبنان المركزي في تبني سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ليرة للدولار الأمريكي اعتبارا من اليوم وقال محافظ المصرف رياض سلامة في تصريحات نقلة وكالة رويترز إن الخطوة التي تعد الأولى من نوعها منذ 25 عاما تمثل تخفيضا بنسبة 90% لسعر العملة اللبنانية الرسمية ورغم الإعلان عن تخفيض العملة عن السعر الرسمي القديم والذي يبلغ 1500 ليرة للدولار لا تزار الأسعار بعيدة عن أسعار السوق الموازية والتي يتم فيها تبادل الدولار الواحد مقابل 57 ألف ليرة بدأت موجة جديدة من الإضرابات في المملكة المتحدة الأربعاء بانضمام المعلمين وعمل القطارات وموظف الخدمة المدنية إلى أكبر إضراب تشهده البلاد بعدما رفضت الحكومة زيادة أجور القطاع العام وتوقعت صحيفة فينيشل تايمز البريطانية مشاركة قرابة 150 ألف معلم من جميع أنحاء إنجلترا وويلتز في الإضراب إلى جانب 70 ألف محاضر جامعي إضافة إلى إقدام أكثر من 12 ألف سائق قطار على غلق بعض الخطوط غلقا كاملا الأمر الذي سيؤدي إلى تبقي ثلث الخدمات فقط في حالة عمل كما سيضرب أكثر من 100 ألف عضو من اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذين يمثلون موظف الخدمة المدنية توقعت الحكومة التركية ارتفاع عائدات السياحة إلى 56 مليار دولار في العام الجاري واستقبال 60 مليون سائح أجنبي وذكر وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النباتي أن بلاده تهدف إلى استقبال 90 مليون سائح أفاق 2028 ورفع عائدات السياحة إلى 100 مليار دولار يذكر أن عدد السياح بلغ عام 2022 51 مليون سائح بزيادة 71% مقارنة بعام 2021 ختام الموعد الاقتصادي للمزيد الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة